الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أم ليس بواجب؟ واجب بالإجماع من فروع الدين العشرة ويندرج فيه أو تحته أمر التبليغ الديني يجب أن نبلغ يجب هذا أيضاً واجب بالإجماع هذا الواجب الفقهاء يقولون إنه واجب كفائي مرة أخرى نشرح ما معنى الواجب الكفائي؟ إذا قام به من بهم الكفاية من المسلمين سقط وجوبه عن الآخرين وآل إلى أن يكون مستحباً بالنسبة للآخرين إذا لم يقم به من بهم الكفاية شون يكون؟ واجب عيني على كل واحد إلى أن يقوم من به الكفاية الصلاة على الميت من المسلمين واجب أو مواجب؟ واجب كفاية إذا افترضنا حضر الجنازة ولم يقم أحد ويصلي كلنا آثمون كلنا لأنه هذا الواجب الآن متعيّن على كل فرد مننا إذا قام واحد وأدى الواجب سقط عن البقية بعض الواجبات يكفيها قيام واحد بعض الواجبات يكفيها قيام خمسة عشرة بعض الواجبات بحسب ظروف الزمان بحسب الأوضاع تحتاج إلى ألوف عشرات الألوف مئات الألوف ليقوموا بها حتى تتحقق بهم الكفاية فإذا لم نصل إلى هذا العدد وهذا الحد فكلنا آثمون افتهموا المسألة الشرعية جيدا في زماننا هذا سؤال هل قام بأمر التبليغ الإسلامي الشيعي الرافضي من بهم الكفاية؟ هل قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من بهم الكفاية؟ الجواب واضح لا قياس بيننا وبين أعدائنا واضح أمام التيارات الضلال والانحراف والجباهات المفتوحة على الإسلام وعلى التشيع والمحاربات الشرسة الحرب الشعواء من مختلف أهل الملل والمذاهب الباطلة والمنحرفين والضالين المضلين لا قياس لا قياس عندهم ميزانيات ضخمة مرصودة لمحاربتنا لمحاربة عقيدتنا لإحلال الباطل محل الحق تشويه الحق تلويف الحق إلى هذه اللحظة لم يقم من بهم الكفاية بحيث نكون مستغنين مكتفين ولذا السيد المرجع حفظه الله يقول في هذا الزمان في هذه الأوضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتبليغ الديني واجب عيني لأنه لم يقم بهذا الواجب من بهم الكفاية فتوى معناها أن كل امرئ مننا إذا كان قادرا مستطيعا على أن يبلغ دينيا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصد جبهات الضلال ويدافع عن هذه العقيدة عن الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام فهذا واجب عليه عليه أن ينهض ويقوم به عندنا نقص عندنا ندرة في الموارد البشرية بالفعل عندنا هذه المشكلة نحن الآن ترجمة نانسي قنقر